طيب من الأخبار الحلوة المتعلقة بفرق النادي الأهلي بشكل عام النهاردة معنا خبر عن فريق ألعاب القوة في النادي الأهلي اللي حقق المركز الأول في بطولة الجمهورية رجال وسيدات والتي أخيمت خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر وحصلت فريق رجال النادي الأهلي ألعاب قوة بالنادي على 28 ميدالية متنوعة فيما حصل فريق السيدات على 25 ميدالية متنوعة ليتمكن الأهلي من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعدما نجح فيه تحقيق عدد 26 ميدالية دهبية و15 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية شارك من النادي الأهلي 76 لاعب ولعبة وبشكل عام شارك 867 لاعب و489 لاعبة يمثلون 49 نادي ومركز وطبعا يقود ألعاب قوة وشباب النادي الأهلي ياسر داود رئيس الجهاز والمدير الفني عادل علي أبو بكر المدير الإداري ووائل عبدالعظيم إداريا واللي طبعا أكيد بنتوجه به التحية وبالشكر والتأدير لكل اسم منهم على حدة احنا معنا على التليفون كابتن أيمن الصعيدي مدرب علعاب القوة بالنادي الأهلي واثب عالي صباح الخير على حضرتك يا كابتن أيمن ومليون مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا حندم وصباح الخير على النادي الأهلي وعلى كل من في الستديو صباح الفل وصباح الانتصارات على حضرتك يا فندم كل الفرق المشاركة اشتكت كل ما يحد يروح ياخد مدالية يقولك لا النادي الأهلي يخدها سواء مدالية ذهبية برونزية محضية ما تعملوناش مشاكل مع الفرق أبو نفسه أرجوك يا فندم والله احنا بنتعب وبنشأة وربنا يعلم احنا بنعمل قد ايه وعلى فضل الكابتن فضل الله سبحانه وتعالى ومجلس ادارة النادي الأهلي جميل وكما هي عادة في النادي الأهلي كل ما نفتح صفحة نقفلها بانتصارات وندور على الصفحة اللي بعدها ما القادم ان شاء الله فيما يتعلق بيه بطرات علعاب القوة الحمد لله رب العالمين احنا عملنا مجهود جامد قوي كل المدربين بالكابتن ياسر داود وكابتن عادل أبو بقر في الماتش في البطولة الدرجة الأولى دي بالذات ان احنا تعبنا فيها قوي عشان نوصل للمديليات دي وننويين نية وربنا يعلم لآخر يوم قبل يوم البطولة واحنا بنحسن مديلياتنا في كل اللاعبة بتاعتنا وربنا وفق كل أبطالنا حتى اللاعبة اللي طالعين الصغيرين اللي بنفس اللاعبة الكبيرة عملت حاجة كويسة لا انتوا كلكم الحقيقة عاملين حاجة مش مجرد كويسة حاجة مشرفة جدا وحاجة تتماشى مع فكرة ان النادي الاهلي كما تعودنا منه دايما هو نادي الانجازات ونادي الانتصارات فاليوم مبروك على حضرتك يا كابتن أيمن وصباح الفل عليك صباح الفل عليك يا كابتن كريم وعلى كل ناس اللي في الستوديو وربنا كريم لكل مكتهد نصيب احنا عملنا حاجاتك حلوة يا حمد لله رب العالمين مبروك يا فندم ومزيد من النجاحات والانتصارات ان شاء الله ونشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا